استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الاسخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بمنح صاحب السمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ويسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي تقديرا لدورهما المشرف وجهودهما الكبيرة في التصدي لجائحة كورونا طوال مراحل التعامل مع الجائحة والتي أثمرت فيما حظيت به المملكة من سمعة طيبة وتقدير وإشادة دولية واسعة النطاق على صعيد مكافحة هذه الجائحة معربا جلالته عن أخلص تمنياته لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع بدوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز وشعبه الوفي ترجمة نانسي قنقر